السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ فيديو النهاردة بالرامن أمبلفير تكلمنا المرة فاتت على الـ EDFA وقلنا مميزاته وعيوبه والرنج اللي بيشتغل فيه المرة دي هنتكلم على الرامن أمبلفير وطبعا اتكلمنا قبل كده عن البرينسبل بتاع الرامن أمبلفير وازاي هو بيشتغل وطريقة تشغيله وبيعتمد على اي نظرية والأفكت اللي احنا بنستخدمه اللي هو النون لينير افكت واللي هو ستيموليتد رامن سكاترين النهاردة هتكلم عليه بشكل تاني ان الرامن أمبلفير يختلف عن الـ EDFA ان النويس فيجر بتاعه افضل من الـ EDFA الرامن أمبلفير ممكن استخدمه في اكتر من ويف لينث او لتكبير اكتر من ويف لينث في اكتر من باند احنا كلمنا في الـ EDFA انه بيشتغل في الـ C-Band الرامن أمبلفير يقدر يشتغل في اي باند المهم يبقى فيه معلومة اللي احنا عارفينها انه فيه سبيسينج بـ 13 تيرة هيرتس 13 تيرة هيرتس سبيسينج بين البامب وبين السيجنال اللي انا عايز اعمل لها تكبير وبنفس النظرية اللي هي الـ Energy بتسوي الـ H في الفريقوانسي او سابت بلانك في الفريقوانسي فبتبدأ تنتقل الطاقة من البامب الى الـ Range اللي انا عايز اكبره او الباند اللي انا عايز اكبره يعني اول بامب هنا هتكبر لي اول جزء تاني بامب هتكبر لي تاني جزء من السيجنال تالي بامب هتكبر لي تالت جزء من السيجنال احنا نتذكر في السي باند كان عندي اربعين نانوميتر هنا عندي اكتر من فريقوانسي باند قدرت اكبره ولذلك لكل تلاتين نانوميتر الباند ويتز عندي ممكن احط بامب مختلفة بحيث اكبر اول تلاتين نانوميتر وتاني تلاتين نانوميتر وتالت تلاتين نانوميتر فمثلا هنا حصلنا على تكبير الباند ويتز من سبعين لمية نانوميتر وطبعا لا يشترط هنا ان انا التزم بالسي باند احنا قلنا الفريقوانسي اللي انا بكبرها بتعتمد على الاسبيسينج بين السيجنال اللي انا محتاج اعمل لها الامبليفكيشن وبين الرامن بوم مميزات الرامن زي ما اتكلمنا وقلنا من شوية الفليكسبل جين ويف لينث يعني انا مش محتاج التزم بويف لينث معين سيمبل استراكتشر هو مجرد ان انا بستخدم الفايبر الخاص بنائل البيانات وان انا بستخدم هنا بامب بقدرة عالية تتروح من خمسمائة الى ألف ميلي واط اللي هي تقريبا تلاتين دي بي تلاتين دي بي او تلاتين دي بي ام ببدأ اعملهم انجيكشن داخل الفايبر وفي نفس الوقت في الغالب انا بستخدم الbackward ramon amplifier في حاجات مستخدم فيها الforward ramon amplifier لكن في الغالب وفي اغلب الشبكات بيستخدم الbackward ramon amplifier يعني بيكون الramon بيعمل انجيكشن اللايت في الاتجاه ده والسجنال اللي جالي جالي في اتجاه عكسي counter direction يعني جالي في اتجاه عكسي بيبدأ هو يعمل انجيكت اللي البمب بتاعته بيستخدم الميديا نفسه الفايبر وخاصة اول 30 كيلو متر يعني اهم حاجة عندي اول 10 كيلو متر ليهم خصائص معينة تاني 10 كيلو متر ليهم خصائص معينة 13 كيلو متر ليهم خصائص معينة بعد كده اللي هو من 30 ل40 ليهم خصائص اقل يعني مثلا هنا الاتنوشن لأي سبلايس لابد يزيد عن 1 من 10 دي بي الكنكتور هنا لازم يتعمله سبلايسنج تاني 10 كيلو متر لابد يزيد الاسبلايس او الاتنوشن على اي ايفنت عن 2 من 10 تالي 10 كيلو متر ما يزيدش عن 4 من 10 بعد كده الاتنوشن ممكن يزيد في ال40 كيلو اللي بعد كده ولكن احنا لابد ان نلتزم بالمواصفات كابل الالياف الضوائية حتى لا يتأثر التكبير لازم نلتزم بالمواصفات الكابل حتى لا تزداد قيمة الرفلكتنس او حتى لا يتأثر الريتيرنوس الريتيرنوس هو عبارة عن ايه عبارة عن الانسيدنت او الباس لايت يعني انا عندي هنا ايفنت ففيه ضوء عادة الضوء اللي عادة دوة على الضوء اللي حصل له انسيدنت او ترانسيميتت لايت على الانسيدنت لايت يديلي ايه ترانسيميتت تي اكس ترانسيميتت من الايفنت على الانسيدنت يديني ايه اللوج بتاعوي يديني الريتيرنوس عكسه هو الريفلكتنس هو الريفلكتنس على الانسيدنت رفلكتنس على الانسيدنت ده الريفلكتنس الريفلكتنس اللي لما تزيد معناه ان الضوء بيرتد على الرامن فيؤثر على الكنكتور اللي اتكلمنا عليه بيحصل له انه بتحرق هاخاول اواريلكو صورة هنا دي صورة حقيقة نتيجة زيادة ريفلكتنس ان كان فيه مشكلة في رامن الرامن ده طبعا مربوط على الودف او الو اس بي حسب المسمى اللي بيسمى بيه فالاوتسورس بلانت او الودف الخارجي المفترض انا عندي الرامن بيكون سبلايس داخل الودف يعني هو فيه معمول له لحام داخل الودف فيه ناس كان عندها اكشن والمفروض تعمل انترفينشن وتعمل القطع للجوينت بوكس دوت وتبدأ تعمل ايه تعمل سبلايشنج او تعمل توصيل لحاجة تاني هنا اثناء ما هم شغالين غيروا في السبلايس ديت او فكوها وعادوا لحامها وكان الاي بي اي او الانتليجنس بار اجستمت ما كانش مفعل فالرامن فضل يعمل ترانس متل الباور اعمالي يبعث ليزر وطبعا السبلايشن فيها زاد بالاضافة انهم شغالين تحركوا الفايبر اثناء تحريك الفايبر زي ما احنا عارفين انه بيحصل بيحصل باكسكاترينج عالي بيحصل رفلاكتنس عالية رفلاكتنس ديت ارتدت على الفايبر الخاص بيه وبدأ يحصله اللي انتو شايفينه حصله دامج بدأ الكور هنا الكور هنا تحرق وحتى الكلادنج اجزاء منه تحرقت وتشوهت علشان نعرف الفرق ده شكل الفايبر او الكور السليم طبعا احنا هنا استخدمنا مستخدم هنا فايبر مايكروسكوب فايبر مايكروسكوب الفايبر مايكروسكوب انت تقدر تشوف به الكور وتشوف حالة الكور فالمفترض قبل موصل اي كوننكتور عندي كوننكتور بالشكل ده في الغالب هما بيستخدموا E2000 مع الرمن او الLC بس ال E2000 اكتر وبيستخدم النوع اللي هو ABC اللي هو الانجلد فيزيكال كوننكتور اللي اتكلمنا عليه برضو سابقا في حلقة الالياف الضوئية لو نحظت هنا هتلاقي هنا ليه الكور سليم جدا طبعا لبرا ده كل ده الكلادنج بتاعي والكور هنا شكله نقي جدا لابد قبل معمل اتشمنت الباتش كورد او اتشمنت الكنكتور على رمن امبلفير الصح ان انا لازم ابص عليه بايه ابص عليه بال بالفايبر مايكروسكوب او بالفايبر سكوب احنا بس قلنا نذكر الامر ده هو في سياق الموضوع فقلنا نجيب الصورتين دولي مثال لتأثير على الرمن وطبعا الرمن اللي كان في الحالة دي هو تحرق لان البامب بتاعته برضو حصل فيها مشكلة نتيجة ارتداء الضوء بقيمة عالية طبعا مش هي دي المشكلة الوحيدة ان الضوء يرتد عندنا في مشكلة تانية ان انا معتمد او الجيل معتمد على ان الضوء يمشي داخل الالياف الضوئية او يمشي داخل الفايبر اللي ماشي فيه الكميونيكيشن سيجنل رفلكتانس عالية او لليها بروفورمانس سيئة الميزة التانية في الرمن ان النون لينير افكت بيحصل لها ريداكشن ليه بيحصل لها ريداكشن ودي حاجة غريبة الضوء بيحصل له او النون لينير افكت بيحصل له ريداكشن نتيجة ان الامبريفكيشن بيكون موزع على الالياف الضوئيينتو لو تتذكروا في اليدف ممكن يبقى فيه عشرة متر مثلا داخل الكارت او المكبر وهو ده اللي بيستخدم في التكبير فالانتينيستي بتاعت الضوء بتكون عالية لكن هنا الانتينيستي بتاعت الضوء بتكون ممتدة على طول الليف البصرية لمسافة تقريبا تلاتين كيلوميتر فالأفكت بتاعت النون لينير نتيجة انا ما بكلمش على النون لينير از اراما لا انا بكلم عن النون لينير افكت او اخرى زي الفور ويف ميكسينج بتقيل ليه لان الكير افكت بيقيل وتأثير السيجنالز على بعضها بيبدأ يقيل لان الجين تعمله ديستربيوشن على مسافة كبيرة من الفايبر يعني بمعنى انا السيجنال بتاعتي انا عندي اتنين سيجنال هكبرهم لما كبرهم بيبدأ يحصل عندي نون لينير افكت ولكن انا عندي اتنين سيجنال ضعيف ضعيفة بالشكل ده وبتتكبر جرادولي وهي بتتكبر وهي مشى داخل الفايبر بيحصل لها اتنويشا مرة تانية وبتتكبر مرة تانية ويحصل لها اتنويشا وتتكبر ويحصل لها اتنويشا فما بيوصلوش لقيمة ماكسما تخليهم ايه تخليهم يتفاعلوا مع بعض ويحصل بينهم بروستو ودي اكبر ميزة اللي يعملها الرامان امبليفاير بالاضافة ان هو ايه ليه لون نويز فيجر لان زي ما قلنا الجيل موزع على مسافة كبيرة مفيش امبليفاير بقدر كبير زي اللي كان موجود في ال EDFA اللي كان بيعمل لي اللي كان بيعمل لي الباك جراوند نويز هل الرامان ليس له عيوب الرامان لعيوب احنا شوفنا عيب من عيوب الرامان انه الرفلكتنس لمزاد اصر لي على الفايبر وحرق لي الباتش كورد فمن ضمن المشاكل محتاج تعامل خاص جدا ان شاء الله هنعمل يعني فيديو كامل عن كافية التعامل مع الرامان امبليفاير محتاج تعامل خاص بروكوشنز كتيرا اثناء التعامل بل وان لو تساب الرامان شغال وما تعملش الانتليجنس باور شوتداون او الانتليجنس باور ادجاستمين او الاتوماتيك باور ده هيأثر على الناس اللي شغالة يعني لو تسلط الضوء القوي جدا دوء على جلد حد ممكن يأثر فيه اعمله احتراق بتحس يعني زي شكشكة في الايد وممكن يعمل احتراق للجزء ده ممكن يعني بعض الناس يقول ممكن يؤدي الى سرطان الجلد لو دخل طبعا في القرانية بتاعت العين طبعا اوتوماتيك يحرق الشبكية ويعمل نقطة عامية في العين فهو ضر جدا فلازم لابد من اتخاذ احتياطات قوية جدا اثناء التعامل مع الرامل امبلفير والتأكد ان ما فيش اي ضوء طالع اثناء الصيانة واعمال المنترنس ولازم فريق النوك او الابريشن تيم يكون متأكد من النقطة دي ومتابع اصلاح العطل لحظة بلحظة وما يسمحش ان يشغل الرامل امبلفير والناس يشغل حتى لو ادي الى ضرر يأثر عليهم وخاصة اذا كان في حد يستخدم فايبر مايكروسكوب من نوع التقليد الانولوج ده بيعمل على الحضقة بتاعت العين فممكن يحرق على طول الشبكية بتاعت العين ويسبب العمى او يسبب العمى الجزء جزء من الشبكية يحترق ده شكل الشبكة بتاعتنا لما يركب فيها الامبلفير طبعا لأي شبكة DWDM عندي اكتر من نوع من الامبلفير فيه امبلفير في الترانسميت وده بيسمى البوستر امبلفير وفي امبلفير في الوسط وده بيسمى اللاين امبلفير او ان لاين امبلفير او 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 حسب الشركة او حسب المسمى وفي بيسمى الامبلفير اي امبلفير في ريسيف هو المفترض يكون بري امبلفير لنويز فجر عالي او السيجنال تون نويز ريشو بتاعته تكون افضل ما يمكن وفي عندي امبلفير في الترانسميت مش مهم او دقيق او نويز فجر بتاعه كويس جدا زي الامبلفير لان اصلا السيجنال اللي هو بيعمل هي هي سيجنال كبيرة لكن السيجنال بيجيلي هنا سيجنال ضعيفة فلو انا زودت نويز عليها السيجنال هتوف في البيجر فانا عندي اه اه تونسميت عندي ان لاين عندي اه ار اكس امبلفير ان لاين هو عبارة اوبتيك اوبتيكال اوبتيكال امبلفير يعني ما بيعملش ثري ار هو بس بيعمل امبلفكيشن عبارة عن ايدي في او ايدي في معرما مجرد ما تضع ييجي بدون ما يحولوا لاشارة كهربية بيبدأ ايه يعمل عملية التكبير ادي هنا التعريفات والمسميات موجودة تحت ادي البوستر ادي ال لاين امبلفير ادي البري امبلفير طبعا البوستر ممكن يبقى ليه مسمى مثلا هواوي تقول او بيو تمام او HBA دي بوستر البري امبلفير فيها عندهم حاجات OAU او الRAU اللي هو الرمن امبلفير او الرمن موديول ده انا بتكلم على هواوي نوكيا عندها كروت تاني زي AHB LG HP AG وهكذا في in between بيبقى راكب الاثنين يعني في الRX هبقى في الري امبلفير وفي الترانسميت هيبقى البوستر امبلفير والعكس او هو بيستخدم مجرد بوستر امبلفير بياخد الانبوت هنا ويطلع الانبوت من احد تاني واستخدم واحد تاني في الاتجاه الاخر ويعمل عملية التكبير في الانبلاين امبلفير ده حسب الديزاين وحسب الديستنس وحسب تركيبة الشبكة نفسها والاحتياجات اللي هو بيحتاجها اشكركم ونلتقي المرة القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته